تتزايد وطيرة عسكرة البحر الأحمر وتحشيد القطع العسكرية يوما بعد يوم وسط أنباء عن قرب انطلاق عملية سبيدياس الأوروبية بذريعة مكافحة هجمات الحوثين في البحر الأحمر فيما تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال رسائل دبلوماسية للحوثين لمنحهم مزيدا من الوقت قبل دخول قرار تصنيف الميليشيات الإرهابية حيث التنفيذ نهاية الإسبوع الجاري مصادر صحفية أكدت أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظة الصعدة والحديدة مجددا وعظفت أن غارتين استهدفت منطقة القطينات في مديرية باقم بمحافظة الصعدة كما استهدفت غارتان منطقة الجبانة وتعرضت منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة لغارات أخرى وكانت القناة التلفزيونية التابعة للميليشيات قد أفادت بشن غارات أمريكية بريطانية على أهداف بالمديرية ومنطقتين الكثيب والجبانة في حين كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي عن ضغوط يمارسها الوسيط العماني على قيادة الميليشيا للجنوح للتهديئة في جنوب البحر الأحمر ووقف الهجمات على السفن التجارية المارة بالقرب من مضيق باب المندب وخليج عدن المصادر أكدت أن الوفد المفاوض الممثل للحوثيين والموجود في مسقط نقل رسالة من القيادة العمانية لزعيم الجماعة الحوثية تضمنت طلبا بالجنوح للتهديئة في جنوب البحر الأحمر ووقف التصعيد واستهداف السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر العربي وخليج عدن المصادر أشارت إلى أن مسقط تلقت تأكيدات أمريكية بأنه سيتم إلغاء قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية قبل بدء توقيت سريانه نهاية الأسبوع القادم وذلك في حال تم وقف العملية العسكرية للمليشيا في البحر الأحمر من جهاتها أكدت مصادر الصحفية أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد هدوءا نسبيا في الهجمات المتبادلة والتي يسميها الطرفان دفاعا عن النفس فيما تؤكد المصادر أن المبعوث الأمريكي لليمن أكد في تصريحات سياسية سابقة أن مفاوضات السلام اليمنية سوف تتوقف إلى حين حل ملف الأمن في البحر الأحمر